من هم الصوفية وهلهم من أهل السنة والجماعة؟ الصوفية سمن يطلق على المستغلين بالتزكية وتربية الناس على منهج الإيمان وقد نشأ ذلك في أيام أتباع التابعين وأصبح لدينا طائفة من الناس سلكوا مسلك بعض الصحابة في الزهد فمن الصحابة من كانوا على زهد كبير مثل أبي ذر ولم يستطع معايشة الخلافة والدولة في أيام عثمان رضي الله عنه فخرج من المدينة إلى الربدة وعاش وحده ومات وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين من كان أيضا بهذا المقام من الزهد كأويسين القرن ومن أتباع التابعين كثير ذلك وانتشر وأصبح مدرسة معروفة مدرسة في الزهد يتزهد أهلها ويتقللون من أمر الدنيا فيتربون على ذلك وبعد ذلك أصبح هذا الباب بابا كثيرا مثل الفقه فيه الصواب وفيه الخطأ وفيه انحرافات كبيرة وفيه ينتسب له طوائف من الناس فيهم الصادقون وفيهم المخرفون وفيهم من هو على شيء وفيهم من ليس على شيء فلذلك هو يجمع كل هذا ولا يقال مثلا الصوفية من أهل السنة وليس من أهل السنة لكن يقال مثلا الشيخ عبد القادر زيلاني من أهل السنة وهو من الصوفية لأبو الحسن الشاذلي شيخ زروق وهكذا فيطلق على أفراد معينين هلهم من أهل السنة أو لا